في الحادي والعشرين من فبراير 2015 نجح الرئيس هادي بالفرار من حصار الحوثيين إلى عدن وتراجع عن استقالته التي لم يبت فيها من قبل البرلمان اليمني أعلن هادي أن كافة القرارات التي اتخذها الحوثيون منذ الانقلاب في الواحد والعشرين من ستمبر 2014 في حكم الملغات وأن صنعاء عاصمة محتلة وعدن هي العاصمة المؤقتة لليمن فجأة أصبحت عدن هي مركز الدولة المختطفة لكن مع اقتراب شهر مارس عام 2015 من نهايته أحكمت ميليشيا الحوثي قبضتها على عدن لتصبح الخريطة الأخيرة في مرحلة التمدد على هذا النحو ولم تتمدد بعدها الميليشيا شبرا واحدا في أي اتجاه بعد هذا التاريخ وفي الخامس والعشرين من مارس نقل هادي إلى عمان ومنها إلى السعودية بعد دخول العمليات العسكرية لقلب عدن واستمرت المعارك الرامية لتحرير العاصمة المؤقتة خاصة بعد تدخل دول التحالف في عملية عاصفة الحزم كما اسمها في السابع عشر من يوليو 2015 أعلنت الشرعية تحرير عدن من قبضة الحوثيين لكن الرئيس هادي لم يعد إلى عدن إلا بعد قرابة عام ونصف وما لبث أن عاد منها إلى الرياض محل إقامته المؤقتة وقيل حينها إنه نتيجة للخوف من الخطر الأمني على الحكومة المتمثل بالتشكيلات العسكرية غير الخاضعة لسلطة وزارة الداخلية أو لسلطة وزارة الدفاع والتي أنشأتها الإمارات تحت مسمى الحزام الأمني في الحدية عشر من مايو 2017 أعلن عيد روس الزبيدي محافظ عدن السابق تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي يضم ستة وعشرين عضوا بينهم محافظ خمس محافظات جنوبية واثنان من الوزراء بالحكومة اليمنية في يناير 2018 وأثناء محاولة الرئيس هادي العودة لعدن رفضت الإمارات منح الإذن بهبوط الطائرة الرئاسية لهدي في مطار عدن ما اضطره للعودة إلى الرياض بعد عام من هذا التاريخ وقبل أيام قليلة تحديداً في السابع من أغسطس سيطرت قوات المجلس الانتقالي على مدينة عدن بإعاز ودعم معنوي وعسكري وإعلامي من دولة الإمارات ووصلت طريقها إلى شبوى بعد السيطرة على أبيان لكنها واجهت مقاومة عنيفة من أبناء شبوى وهناك سقط المشروع الإماراتي وانتصرت الشرعية لتجد بعدها الطريقة مفتوحاً من أبيان إلى عدن وبالتالي عودتها للسيطرة على العاصمة المؤقتة ترجمة نانسي قنقر